متابعي قناة الجدور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كالعادة أتمنى أنكم إن شاء الله يعتمي الصحة والعافية عموما عدت إليكم مع فيديو قصير ومع فكرة بسيطة جدا فكما قرأت من خلال عنوان هذا الفيديو الكثير مننا قد يفكر في شراء تلفاز أو بالفعل الذي هي تلفاز وفي الغالب نفضل أن نقوم بتركيبة التلفاز على الحائط بدلا أن نقوم بوضعه على الطاولة بالتالي فإن الحامل أو تلك الرجل التي تأتي مع التلفاز تصبح بدون أي تفائدة ولا يلقى أمامنا سوى التخلص منها في الخردة إذن كيف هذا المقطع الصغير أو في هذه الدقائق القصيرة سوف نتعرف على طريقة بسيطة لاستفادة من هذا الحامل بدلا التخلص منه فقط شاهدوا معي حتى النهاية إذن هذا هو حامل التلفاز الذي سوف أستعمله في هذا الفيديو إن شاء الله في البداية سوف أحدى قطعة خشبية قديمة من الخردة ثم سوف أحدر بعض ورق السنفرة أو الورق الزجاجي المستعمل في برض الخشب ثم سوف أقوم بحق هذا الخشب بشكل جيد من أجل إزالة الشوائب حتى يصبح أمرس بهذا الشكل بعد ذلك سوف أحدر بعض الطلاء أنا شخصيا أفضل اللون الأسود ببساطة سوف نبدأ في طلاء هذه القطعة الخشبية بشكل كامل بعد ذلك سوف أحدر قطعة خشبية أخرى من الخردة لاحظوا معي هذا هو شكلها ومرة أخرى باستعمال ورق السنفرة سوف أقوم بحقها بشكل جيد وأخيرا سوف أقوم بطلائها بنفس اللون بعدما جف الطلاء سوف أحدر يعني حامل التلفاز ثم أضع القطعة الخشبية فوقه ثم سوف أقوم بتثبيتها باستعمال بعض البراغي وأخيرا يعني سوف أقوم بوضع القطعة الخشبية الثانية في مكانها ثم مرة أخرى باستعمال البراغي سوف أقوم بتثبيتها بشكل جيد في الأخير سوف أقوم بوضع قطعة زجاجية فوقها والنتيجة كما ترون طاولة رائعة جدا فقط من حامل التلفاز الذي نتخلص منه